طلق ما اتكلمنا عن محافظة لقصر بينفعش ما نروحش او نقبل شوية ونزور محافظة اسوان اقولك شوية معلومات يمكن لاول مرة تسمعهم كلنا عارفين ان محافظة اسوان هي مدينة الدهب واللي فيها افضل مشتة في العالم وبتتمتع بطبيعة خلابة لكن عايز اقولك بعض المعلومات اللي يمكن ناس كتير مدعرفاش يعني زي ان محافظة اسوان زي ما هي مدينة الدهب هي كمان عاصمة الطمر في العالم لك انت تخيل ان محافظة اسوان لوحدها فيها حوالي 3 مليون و300 الف نخلة 3 مليون و300 الف نخلة ده في نطاق محافظة اسوان لوحدها لان بلدنا مصر بتحتل المركز رقم واحد في العالم في انتاج الطمور بلدنا رقم واحد في العالم في انتاج الطمور عدد المساحة المزروعة بالنخل او اعداد النخيل في بلدنا حوالي 15 مليون و500 الف نخلة 15 مليون و500 الف نخلة انتاجنا السنوي من البلح بانواعه بقى او الطمور بانواعها بيصل الى حوالي مليون و800 الف طن مليون و800 الف طن بنتفوق على المملكة العربية السعودية بنتفوق على تونس بنتفوق على المغرب على ليبيا على بعض الدول اللي دايما يقولك ده بلح ليبي او طمر السعودي او مش عارف طمر جاي من من تونس او حتى جاي من من ايران بلدنا رقم واحد في العالم في انتاج البلح او في انتاج الطمر ورغم كده احنا بنحتل المرتبة رقم عشرة في تصدير الطمر بننتج مليون و800 الف طن وبنصدر سنويا فقط خمسين الف طن وحافظة اسوان لوحدها بتحتل او بتستحوذ على عشرين في المية من انتاج البلد من الطمر حوالي اكتر من مية وعشرين الف طن سنويا بتلاتة وثلاتة من عشرة مليون نخلة بقول لحضرتك الكلام ده ليه النهاردة لان في حاجة اسمها المهرجان الدولي او مهرجان المهرجان العلامي للطمور بيقام كل سنة برعاية بعض المنظمات العالمية والسنة دي هيقام في اسوان في الفترة ما بين سبعة وعشرة اكتوبر اللي جاي وحافظ اسوان النهاردة الصبح بيقول لنا ان مهرجان الطمور فرصة لتعظيم القيمة المضافة لأكتر من تلاتة وثلاتة من عشرة مليون نخلة تلاتة مليون وثلتمائة الف نخلة لان اسوان خبر اللي بعد كده هي زي ما هي ضرة الجنوب هي كمان مملكة النخيل واللي بتتربع على عرش العالم كله في انتاج النخيل عندنا زي ما قلت لحضرتك تلاتة وثلاتة من عشرة مليون نخلة في محافظة اسوان عندنا بعد كده محافظة الوادي الجديد فيها حوالي اتنين واثنين من عشرة مليون نخلة بيجي بعدهم رقم ثلاتة محافظة الجيزة حوالي اتنين مليون نخلة اسوان رقم واحد على مستوى العالم في انتاج الطمور الناشفة اللي هو البلح الناشف الطمر بتاع العيد بتاع رمضان رقم واحد في العالم في انتاج هذا النوع من الطمر رغم كده بتعاني اسوان من الاهمال والتهميش وعدم وجود منافذ للتصدير تخيل انت يبقى عندك انتاج سنوي مليون وثمانمائة الف طن ما تعرفش تصدر منهم فقط الا خمسين الف طن يعني حوالي كده اربعة في المية من انتاجك والباقي في بعض الحالات اهالي اسوان في بعض الاعوام كانوا بيحطوا الطمر علف للمواشي بسبب ان ما فيش حد بياخده تم تشكيل مجلس اسمه المجلس الاعلى للطمور برئاسة وزير التجارة والصناعة ده قبل كم سنة اصدر وزير التجارة والصناعة السابع عمر نصار بتشكيل مجلس للطمور وعضوية محافظ الوادي الجديد ومحافظ اسوان كلام ده كان قبل حوالي سنتين او ثلاث سنين من النهاردة ورغم كده لحد النهاردة التمر بيعاني من الاهمال عندنا محصول وبيروح في الارض عندنا انتاج ويعني دهب اسوان مش بس ارض الدهب اللي بيطلع بالارض كمان بلد الدهب اللي بيطلع من النخل انه موسم حصاد البلح في اسوان بهجة عائلية وصعوبات بيقابلها زراع البلح بسبب طبعا عدم الاهتمام وعدم موجود مكافحة مناسبة وانتشار سرطان النخيل بالاضافة لاهمال وتهميش الاهالي وعدم موجود بنية تحتيه معايا فيديو لاحد مزارعي الطمور في اسوان واللي بيشتكي من اهمال الدولة وصعوبات الزراعة على مدار الاعوام الماضية نتابع كتير وسأواجهتنا كالمواد الكيمائية يعني المواد يعني زي مثلا انشوال الكيماوي كل حاجة بيجي في الغلو المبيدات يعني كالانفار برضو اللي عايز يجلم النخل اللي بيجلم الجريد برضو بياخد مبلغ وقدره فكلها بتواجهنا صعوبات ده بس كتير وسأواجهتنا حافظ اسوان قبل فترة قريبة يعني قبل حوالي ثلاث شهور وعد بانشاء مصنع لصناعة او لانتاج الطمور عايز اقولك ان احنا لحد النهاردة كل عمليات تصنيع او اعادة تصنيع الطمور وتجفيف البلح بتتم بعمليات بدائية قديمة بتؤدي الهادرة اكتر من 30% من المحصول 30% من المحصول بيتم هادره بسبب طريقة جاني البلح البلح البداية وتجفيف وتنشير البلح في الشمس واضافة بعض المبيدات والحاجات دي 30% هادر المحافظ قبل كام شهر وعد في سبتمبر ده قبل كام يوم يعني وعد بانشاء مصنع لانتاج الطمور لان انتاج المحافظة الوحدها تجاوز العام اللي فات اكتر من 120 الف طن ال120 الف طن تم اهضار منهم على الاقل حوالي 30 الف طن بشهادة بعض الفلاحين اعرض لحضرتك بعض المشاكل بقى اللي بتواجه قطاع الطمور في البلد تحديدا في محافظة اسوان محافظة اسوان كاملة ما فيهاش مصنع متطور يستطيع اعادة التعبئة وتغليف وتصدير الطمور عارف العلبة اللي بجيلك من السعودية اللي بعضها بيدفع فيه بالدولار الطمور بتاعنا اللي بيطلع من اسوان اعلى كسافة وافضل في القيمة الغذائية واعلى في نسب السكريات من اللي بيجي في السعودية لكن الفرق ما بيننا وبين السعودية السعودية جايبة مصنع على اعلى يعني في اعلى نسب التطور وماكينات في احدث الاشكال والامكانيات فبتطلع لك بقى العلبة وبلح مش عارف محشي شوكولاتة وبلح محشي فصدق وعلب معمولة من الدهب وعلب معمولة من الفضة وعلب معمولة من الخشب تتلاقي حضرتك تقول ده نجيالي علبة بلح او علبة طمر من السعودية في حين ان الطمر اللي بيطلع من اسوان افضل واعلى في القيمة الا اننا ما عندناش مصنع او عملية تصنيع نستفيد من هذا الطمر صناعة الطمور في مصر مشاكل ومقترحات وازمات والمطلوب زيادة التصدير قالك المشاكل حسب هذا البحث اللي قدمته الجمعية الوطنية لمنتجي الجوبا ومشروع التوسع في زراعة بعض النباتات والمحاصيل بالاضافة للطمور قالت عندنا عدم اتباع الممارسات الزراعية الجيدة عدم كفاءة العمليات التصنيعية في المصانع المحلية ضعف البيانات الانتاجية والتسويقية عند البلد الاعتماد على عملية الحصاد التقليدية الاديمة ارتفاع تكاليف الانتاج وايضا انخفاض الاهتمام من القائمين على البلد لدرجة ان في 2019 وفي 2018 و2017 كان منتجة طمر في اسوان بيخرجوا المحصول ويدللوا به محدش عارف يشتريه يا طمر مين يشتريك تصنيع الزراعي كلمة السر ده كان تقرير في مدى مصر بيرصد ازمات واستغاثات مزارع الطمر في محافظة اسوان وقال ان احنا ما عندناش مشكله في الانتاج ولا عندنا مشكله في ازراعه الطمور لكن عندنا مشكله فيما بعد الانتاج البلح بيعفن بسبب ان مفيش مصنع يعيد تصنيعه وحتى لو تم اعادة تصنيعه بشكل محلي ما بنعرفش نصدره فبيضطر الفلاح او المصنع يحطه في السوق المحلي باقل من ربع تمن مدير معمل تطوير النخيل بوزارة الزراعة قال ان بلدنا الاولى عالميا في انتاج الطمور ولكنها تواجه تحديات في التصدير وده خلانا رقم عشرة على مستوى العالم على الرغم من ان احنا الاول في العالم عندنا هادر زي ما قلت لحضرتك 30% ديف عليهم بقى مشكله بدأت تصيب الزراعة في مقتل كنتش متخيل في يوم من الايام ان مشكله المبيدات اللي موجوده في الطماطم والبصل والبطيخ وبعض الفكهه توصل حتى للطمر كان فيه فضيحه في عام 2015 عندما تم رفض اكتر من 20% من اجمال الطمور المصدره للعالم بسبب وجود دوائي مبيدات بلح اسوان مصارطة ازراعه حظرت وقتها مبيد السيلفوس وهو احد منتجات الكلوروبروفوس لكن الفلاح بسبب اهمال الوزارة بيضطر يستخدم هذا المبيد اللي هو السيلفوس عشان يقاوم حاجه اسمها سوسة النخلة سوسة النخلة دي دوده صغيرة كده بتخش جوه النخلة بتاكل القلب بتاع النخلة مع اي شوية ريح تقع النخلة الفلاح بيحاول يقاومها باسلوب بدائي فرش المبيد ورش الماده المحرمه على النخلة وايضا على البلح فاصيبت بسرطان وتم رجوع 20% من الانتجة دي مشكله في مشكله تانيه فقا وهي وجود مصنع للكيمويات اسمه مصنع كيمة فرعه اسوان ده موجود بالقرب جدا من اكبر مساحات لزراعه النخيل مش بس كده كالعاده يعني الصرف الصناعي بيتم صرفه في الترعه والمصارف اللي بتروه منها المحاصيل الزراعيه فضلا عن النخيل كان في مؤتمر للشباب اتعمل في اسوان قبل كم سنه في 2017 تقريبا في يناير 2017 كان مؤتمر الشباب الدولي او العلام يتعامل في اسوان ام المحافظه بدل ما تحل مشكله الصرف الصناعي اللي موجود جوا الكرع راحت بحل كده شغل الفزلكة يعني راحت خبت المواسير لحد الوفود ما تسافر وترجع فطلع شاب وقتها من اسوان وقف في وسط المؤتمر وفضحه خبر قدامك كيف حاول مسؤوله اسوان اخفاء مواسير صرف كيمة عن اعين الوفود في مؤتمر الشباب لكن الشاب الاسواني علاء مصطفى قام في المؤتمر وفضحهم ومن يومها دي طبعا المواسير بدل ما يشلوها او يتخلصوا منها طولوا المصورة لحد ما ما تدارى في المية عشان محدش ياخد باله دي واحدة من ازمات محافظة اسوان اللي بتقول لنا ان احنا اه الحاجة اللي منورة عندنا بنهملها ونروح ندور على حاجة تاني حافظة اسوان اعيد لحضرتك تاني هذه البيانات لان انا فجئت بصراحة ان بلدنا رقم واحد في العالم في انتاج الطمور تاجنا السنوي بيصل لمليون وثمانمائة الف طن نمتلك اكتر من خمستاشر مليون وخمسمائة الف نخلة اسوان لوحدها عندها تلاتة مليون و300 الف نخلة جيزة عندهم اه الواد الجديد اه اتنين مليون ومتين الف نخلة الجيزة فيها اتنين مليون نخلة رغم ان احنا عندنا انتاج بيصل الى مليون وثمانمائة الف بنحتل المرتبة رقم واحد في العالم بنصدر فقط خمسين الف من اجمالي مليون وثمانمائة الف اربعة في المية من انتاجنا بنحتل رقم عشرة على مستوى العالم بسبب اهمال وفساد ونستعدى المسؤولين مش فضيين لوحدة من المحاصيل المحلية اللي احنا بنمتاز بيها وهي صناعة الطمور